برحب حضراتكو مجدداً وبرحب ضفتي دكتورة مونة حمدي أهلاً بيك يا دكتور ده شرف ليه وجود حضرتك معي والله تنمر كانوا زمان بيقولوا عليه الترياء فكرة أو السخرية أو السخرية يقولك بطلت الترياء على حده وبطلت تقوله وتنابس بالألقاب اللي تذكر في الكرآن آه تمام دلوقتي لو أنا لو أنت تنمرتي بي تمام بس مش في سننا دا أو مش في سننا دا يعني لو إحنا أصغر من كده هل معنى كده إن أنا ما عنديش ثقة في نفسي أتهز فهماني تمام يعني يعني اللي بيتنمر عليه هل هو شخص مهزوز أصلاً تمام ولا شخص طبيعي يبقى إحنا حينها بنتكلم نبتدي بكلامنا بضحية التنمر تمام الشخص الذي يمارس عليه التنمر الشخص الذي يمارس عليه التنمر ما الذي جعله يصل إلى أن يكون ضحية المتنمرين يعني أنا محدش يتنمر علي إلا لو أنا فعلاً فيها مشكلة لا عندي ضعف نفسي السمة الأساسية في ضحية التنمر هو الضعف النفسي يا حرام ما يمكن خجل ما يمكن لا 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 الخجل والمسالمة في فرق بأن أنا أكون شخص مسالم أو خجول أو مهذب وما بين أن أنا ضحية التنمر التهذيب والمسالمة بتكون في مواقف العارضة أنا قابلتك لأول مرة غلطي فيها فأنا شخص متسامح ومسالم ففوتها لكن التنمر في معايير محددة بتؤكد أن ده سلوك تنمر تبقوا ليه التنمر التنمر هو سلوك عدوان ممارسة للعنف بهدف الحاق الأزى والضرر بآخر مع وجود ثلاث معايير أولها التعمد والقصد يعني ما غير متعمد أو غير مقصود ده مش تنمر تاني حاجة التكرار إن أنا أصدق ده أنا كل يوم بتنمر عليك ده أنا كل إسبوع بتنمر عليك بنفس الحكاية يدخينة يدخينة يرفياء يرفياء بناء حاجة معينة سيمة فيكي ووجعج بيها ثالث حاجة عدم توازن القوة أو اختلال القوة بمعنى إيه أن ضحية التنمر هو شخص ضعيف وممارس التنمر هو شخص قوي بدنيا أو نفسيا أو اجتماعيا وإن كانت في الغالب هذه الكوة كوة مدعاة أو وهمية كنت عاش كفية بس قلت خملت الجمل أصلا هو شخص يشعر بالعجز وإحساس بالنقص في الشخصية ومورس عليه تم ممارسة التنمر عليه قبل ذلك لا أحد الأطفال لا يولدوا متنمرهم ولكنهم يكتسبونه عندما يمارس عليهم التنمر ويترك لديهم آثار وآلام نفسية وآلام التنمر لا تزول لا تزول إلا بالعلاق معنى كده دكتورة مونة بتتكلم كلام مهم جدا لو أنا بتنمر عليها طول الوقت معنى كده أن أنا عندي مشكلة دي لازم نقود بالنمانة في مشكلة عند الاتنين ضحية التنمر بس ده معنى أن أنا مش سوية نفسيا مش مش سوية بصي هقولك حاجة فيه غلطة بيغلطها الأباء والأمهات أنا عايزة ألفت النظر ليها ومهمة جدا قول إيه هي إن إحنا ما بنهيأش لولدنا تربية متكملة لشخصيتهم في جوانب كتير في شخصية الطفل أصل هي التنمر ده بدايته في الطفولة الطفل بتاع كي جي ممكن يا تنمر لأنه مش هيخطر يدافع أو مش فاهم أو مش فاهم فأنا عندي فيه أولياء أمور بيهتموا أنا ابني متفوق دراسيا متفوق رياديا موهوب في هواية معينة أو حاجة معينة فأنا بركز تركيز شديد على هذا الجانب وأخف الجوانب هامة تؤدي إلى تكامل شخصيته وإكسابه الصلابة النفسية ما هي الصلابة النفسية؟ إن أنا كن عندي قدرة على المواجهة فإذا أنا ربيت ابني ما عندوش قدرة على المواجهة ودي بتيجي من إيه قدرة؟ عدم القدرة على المواجهة؟ إن أنا ما نمتش في الصلابة النفسية ما سبتلوش مساحة يمارس العلاقات الاجتماعية يا جماعة ضحية التنمر هو شخص يمشي وحيدا ومنعزلا ومنفردا لا يمكن للمتنمر منصطيات شخص ضمن مجموعة لأن منصفاته ضعف والجبن فبيصطاد الشخص الوحيد المنفرد فاقد الصدقات اللي هو اجتماعيا عنده قصور يا حرام يا جماعة يعني إذا بيزيدوا أزع الأزع اللي هو فيه اهتموا قوي بالسوشال سكيلز عنده ولادكو إن ولادكو يبقى عندهم مهارات اجتماعية طب إزاي دكتورة مونة؟ أعرف إن أنا عندي حد متنمر سؤال مهم جدا وإزاي أعرف إن أنا عندي حد ضحية وما بينطأش يا حرام خلينا ناخد ضحية التنمر الأول لأن المتنمر ده أصلا أهل وأكيد هما السبب بالنسبة كبيرة تمام بس نتكلم فيه كيفية اكتشاف إن عندي ضحية تم التنمر عليها بالزبط وصامت لا يتحدث مشتكاش وعندي حد هو متنمر أكتشفه إزاي عشان ألحق يعني أحطه على تراك الصواب خلينا نتكلم الأول عن كيفية اكتشاف أن ابني أو ابنتي ضحية للتنمر لأن الدراسات العلمية أثبتت زي ما حضرتك بتقولي إن 34% ودي نسبة مش قليلة من ضحايا التنمر يسكتون ولا يباحون بما يمرس عليهم خشية التعنيف والوصف بالضعف والأنت ضعيف أنت بتنضرب أنت خايب أنت فيه خح أو خيح يعني ممكن هو يبقى ضحية يخاف يزيد السلوك التنمر عليه ولأبوه أم وأخواته عشان ما ينبهوش إيه بقى العلامات اللي بتظهر أولاً بيبقى فيه تغيير في السلوكيات أول حاجة بيبدأ ينخفض مستوى الدراسي ليه بينخفض مستوى الدراسي؟ لأن الدراسات العلمية بتقول إن الشخص ضحية التنمر يفقد تركيزه بسبب تركيزه في المدرسة لأنه طبعاً دي مهد ظاهرة التنمر بيفقد تركيزه ليه؟ لأنه مركز في إنه يتجنب التنمر يتجنب المتنمرين خايف خايف التوتر والقلق بيوقف عنده مراكز التركيز والذاكرة والقدرات العقلية ويبقى مركز في إزاي يتجنب الصفة التي نعتع بسببها أو مريسة عليه التنمر بسبب فدي أول حاجة إنخفض المستوى الدراسي الحزوف عن الأنشطة اللي كان بيمرسها ما عادش مهتم بالرسم ما عادش مهتم باللعب ما عادش مهتم بالسباحة اللي بيروحها الأنشطة والهواية فيه اندماج مع الآخر بيبقى معزول يعني بالزبط كده بيبقى عنده اكتئاب قاعد حزين طول الوقت عنده قلق نوبات من البكاء الغير مبرر يا حرام البانيك أتاك فزع خاله مجرد إنك تهزر ممكن توصل بني آدم لفين هو ممكن يبقى مش عارف إن ده يعني هو متخيل إنه هو بيهزر سنت متخيل ممكن تودي بني آدم لفين آه طبعا غير كده كمان على فكرة في بعض الحاجات اللي بتظهر تغير عادات الأكل تاخد بالها أول أمه وطبعا هي الأقرب للأطفال تغير عادات الأكل إما إن هي في الغالب بيحصل له ضحية التنمر ده إنه هو يحصل له مخفاض شديد في الشهية أو الشراهة مثلا أو الشراهة اللي هو الأكل العاطفي بيبدأ ينفس عن إنفعالاته وغضبه والضغط النفسي الواقع عليه من التنمر بإنه هو نهم نهم ياكل ياكل فوازنه يزيد كمان اضطرابات النوم يحصل له أرق اضطرابات النوم دورة النوم وصحتها وسلامتها وكمالها إنه ما بيوصلش لدرجات النوم العميق مرحلة النوم العميق يا حرامه وطول الوقت بيفكر مشغول لا هو غزبا عنه فيه هرمونات بتفرص في جسمه طول الوقت بتبقى عملاله حالة من الألأ دي هنتكلم عليها فكرة متلازمة القلب المنكسر اللي بتحصل لبعض ضحايا التنمر آه تمام فخلينا نتكلم على بقية الحاجات اللي أعرف منها كمان أنا أخد بالي من إن ابني بقى بيتجنب الاجتماعات العائلية والاجتماعات الأسرية سوشل هو رافضه آه وهو كمان لو أنا بعته كنت ببعته عند السوبر ماركت أو ينزل يشتري حاجة بدأ يتجنب إنه ينزل أي مكان لوحده آه تمام تبصت لقيه حالات من الغضب ثورة عصبية عدوان دي الحاجات اللي هي اللي تخليني أعرف إنه هو ضحية التنمر تمام أما بقى المتنمر فالمتنمر ده في الغالب أعرف إزاي أهلهم ما بيكتشفوش آه لأنه لعندي ابنة أو بنت بتتنمر على صحابها بتتنمر على غيرها وبتأذيهم هي الأسف الشديد إن المتنمر في الغالب والديه هم السبب في إنهم متنمر صناعة أبو أمه أولاً المتنمر ده واحد تلقى أسلوب من أساليب التربية الولدية السلبية السيئة إما الإفراط في التدليل أو الإفراط في القسوة وحرمان الطفل من منح الحب والحنان ودي حاجات لو ما توفرتش للطفل بيتولد عنده غصب عنه ميولة عدوانية يعني اللي بتدلع عيالها قوي دلع جداً أو اللي بيدلع عياله قوي أو اللي بيفرد في القسوة والحرمان من الحب الحرمان من الإحساس بالأمان الحوار المفتوح بين الأب والأم النبذ إن أنا نبذة ابني طول الوقت وكمان الأهالي بيمارسوا التنمر على أولادهم وكلنا على فكرة ساعات بنعمل الحكاية دي من غير ما لاخد بها يا غبية يا فشلة يا خايبة مش بنعمل الكلام ده والمكرنة شفتي بنت عمك شفتي بنت خالك شفتي جارتنا شفتي زملتك المكرنة وإحساس الطفل أن حبه مشروطاً مشروط معينة بيخليه عنده احتياجات غير مشبعة فبيولد عنده عدوان وفي الغالب أهله بيمارسوا عليه التنمر أو مورس عليه التنمر من زملائه فبيحس بالعجز وتدني في شعور بالذات فيقوم يشعر بتعويد ده في أنه مارس الإزاء على الآخرين ما بيحسش بنفسه غير لما يعمل كده تمام فكرة بقى أن أنا الأهل هيكتشفوا إزاي أنه هم ابنهم متنمر كون أن أنا بعمل ده أصلاً مع ولادي الأسليب اللي احنا قلناها دي فلازم أنتبه أنه لا هو في الأسليب هو بيبقى قدامهم عصبي وهما ما بينتبهوش هو بيبقى قدامهم عدواني وهما بينتبهوش ولو المدرسة استدعتهم علشان تبلغهم بسلوك ابنهم الغير سوي بيعملوا حاجة من اللي هو يحابوا لابنهم خشية اكتشاف قسرهم وفشلهم في التربية وأسرارهم الداخلية الأسرية اللي سببت عدم سوية الطفل ده لأن عدم سوية الطفل ده مصدره لا محال الأسرة الأسرة لازم يا إما هي ما زالت الأسرة يا دكتورة مونة حتى في ظل السوشيال حتى في ظل الإنترنت حتى في ظل العالم الغريب اللي احنا عشينه طبعا لأن حتى أنت مش كنترول على حد دي لا 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 أنا لو أنا أسرة أب وأم بيمرسوا أسليب تربية سليمة أنا حيبقى فيه باب على طول مفتوح بيني وبين ولادي لا يحجبه عني لا سوشيال ميديا ولا أصدقاء ولا فورات المراهقة ولا ثورات الفعلات ولا المشاكل اللي بتمر عليه العلاقة بين الأب والأم الوالدين والطفل لا يحجبها شيء وكون إن أنا خليت السوشيال ميديا تتمكن من ابني طب ما أنا أكيد برضو أسرت أنا هو السوشيال ميديا بتدي له حاجات أنا مش بديها له ما حدش هيقدر يحجب السوشيال ميديا بس أقصد أقصد عشان نبقى موضوعيين منطقيين بنكلم الناس على واقع وطبعا كل اللي حضرتك قلتي ده واقع لكن أقصد إيه أنت يعرفها الشباب دلوقتي وده بداية مصدرهم السوشيال ميديا ماسك التليفون وإنتي عملك كلمة يقولك حاضر حاضر طيب حاضر أسمعت وهو لا سمعت ولا هو ده ما هو برضو يعني برضو مش عايزة هقولك هي مش عملية عدم بقى بحمل الأم والأب أكتر من لا لازم أحمله لازم لازم لأن أنا لو أنا معرفتش أعمل نظام في الأسرة أني لازم يكون فيه ساعة أو ساعتين على الأقل في اليوم خليها ساعة في اليوم وساعتين في الأسبوع أنت شايفة أنه ده فردا يبقى تنقول للأب والأم وفتحوا أي حوار مع أولادك شوفوا ردود الأفعال مش أي حوار ده لازم حوار يومي لا أقصد يعني مش لازم في موضوعات تخينة يعني حوار يا حبيبي عملت إيه في المدرسة النهاردة طبعا ده أنا أريد ده حاجة بدهية ده يبين للأب والأم طبعا أنا ابني اتجاهه ورايح فين طبعا أنا لو أنا متابع مع ابني أنا علاقتي بمفتوحة علاقة صداقة علاقة الصداقة بين الوالدين وأولادهم دي هي زي ما بيقولوا إيه طوق النجاة للأطفال خلينا نتكلم بقى على هل فعلا ممكن التنمر يؤدي للوفاة أو الانتحار هل الدراسات العلمية بتقول أن الناس اللي بتتعرض للتنمر ده حياة تنمر بيتولد عندهم افكار انتحارية وربما تتحول لمحاولات امتحارية وده نتيجة لتكرار الممارسة تنمر عليهم ليه بقى ممكن تؤدي إلى الوفاة لأن بيحصل حاجة أنا لما بتعرض خلينا نتكلم علينا حتى حوله كبار يال لما احنا بنتعرض للنقد والتجريح واللوم وبيبقى شديد الوطأ علينا وجاي في حتة فعلا عيب فينا أو حاجة وجعينا بيحصل ايه بيحصل في المخ والجسم حاجة اسمها آلية موجهة الخطر استنفار في الجسم كله فبتفرز كمياتها إلى من هرمونات الضغط النفسي والتوتر والقلق اللي هي الأدريناليل والكورتيزول وبتخرج بكميات بيحصل فيها شبه طفرة طفرة مفاجأة عند بعض الناس اللي بتتحول عندهم لأن هي ممكن تسبب الوفاة فالطفرة دي بتحصل في مظلة حاجة اسمها متلازمة القلب المنكسر أو بيقولوا عليها او اعتلال القلب المجهد ده معناه ايه؟ معناه ان في دي حالة مرضية مفاجأة بتحصل للقلب وبشد خطف على ان هو للناس اللي عندهم هشاشة نفسية وهتكلم ليه الهشاشة النفسية دي موجودة عندهم هل هي هشاشة نفسية ولا هي حساسية أكتر؟ لا هشاشة نفسية هشاشة نفسية هنتكلم عن الهشاشة النفسية وبالذات انها موجودة عند هذا الجيل الجديد اللي بيسموه سنوفلايج جينيريشا وهنقول لي خلينا نكمل متلازمة القلب المنكسر اللي بيحصل ان هذا الشخص الذي ينتابه الهشاشة النفسية في شخصيته لما بيتعرض لمواقف فيها مثيرة للتوتر فيها مشاعر شديدة وانفعالات شديدة بالغة العواطف والانفعال والأثر فيها زعل شديد فيها صدمات اللي بيحصل حالة مرضية للقلب تحدث طفرة في هرمونات الإجهاد والتوتر اللي قلنا عليها الأدرينالي وكرتزول وبالتالي بتبقى خارج السيطرة فبتخلي عضلات القلب تتقلص تقلصات شديدة وقد يحدث عند بعض الناس تضرر في القلب مؤقت ويمر بسلام أو يحدث عند الآخرين وفاء سكتة قلبية جلطات حاجات من هذا القبيل أيوة بيحصل بس طبعا عشان ما نخوفش الناس دي نسبة من البشر بيبقى أصلا عندهم ضعف في عضلات القلب أو حاجات مش أنا بتصور ان احنا مش بنخوف الناس احنا هنا عايزين نقول للناس بنبصرهم بالزبط كده طيب ازاي بقى دكتورة مونة أفرق ما بين إن أنا أكيد كل الناس وأي أب وأي أم عايزين أولادهم يبقى أحسن حد في تلك أكيد طبعا ومش عايزين يشوفوا فيهم غلطة بالزبط مش كده عايزينهم كده نمازي كده بالمستارة بالمستارة ازاي أفرق ما بين أني عايزة ابني أو بنتي أحسن حد في الدنيا وإنهما ما يحسوش إن أنا بدايقهم أو إنه بضغط عليهم يعني إزاي إزاي عمل المعادلة دي عشان تقولتي جملة مهمة قوي إنه أنتوا ما بتعرفوش حتى كأولياء أمور مدى أو صدى كلامكم إيه على أولادكم ما بينهم وما بين نفسهم طبعا أعملي أحيانا بحسن نية إزاي يخلي السلام النفسي ده في نفس الوقت القنوات ما بيني وما بين ولادي مفتوحة واضحة وأنا بقى عايزة أحسن حد في الدنيا شوفي يا أستاذ عزة هو حضرتك التربية عملية شقة ومرهقة جدا وحتى الناس اللي ابتكروا نظريات التربية قالوا لقد يعني فيه واحد منهم قال أنا أقلفت تمن كتب عن التربية ولما بقى عندي أولاد احتاجت أن أنا أقلف مزيدا من الكتب لأن التربية دي شيء صعب جدا إن أنت تعملي زي ما حاضرتك وهي الحقيقة دلوقتي بقت صعب طبعا عشان مستحدثات العصر صحيح فأنا نحاول على قد ما نقدر نعقد صداقة بيننا وبين أولادنا دي نومبر ون من الطفولة بلاش فكرة فرض السيطرة وإن أنا فوقية أنا اللي فوقك أنا اللي بأمرك خلي فيه نوع من الدمكاراتية بس أنا اللي شايفاكي يعني أنا ممكن أقولك على فكرة الروج الغامع عليك مش حلو على فكرة الروج التاني كان عليك ما دي طريقة مش حلو مش حلوة آه يعني أنا ممكن أقولك والله يمتياجك حلوة قوي النهاردة بس على فكرة لو كنت فتحتي الروج شوية آه مش كده أحلى آه تمام ففيه اسلوب لتوجيه الملحوزات مش هنقول النقد إن أنا أبدأ بالإيجابيات قلت يا سلام الأكلة دي طعمة قوي بس يا سلام لو كنت زودتي الملح شوية آه فليه بقى لإن سلام لو الرز مع الجنش دايما الرز لا سيكولوجيا يقال إيه أن الإنسان لما بيواجه النقد بيحصل عنده إغلاق خلاص للمخ فأنت اللي هتقولي اللي بعد كده مش أنا خدته خلاص دماغي قفلت وقلبي قفل وأنا شفتك إن أنت حد بتظلميني أو بتنقضيني فأنا دماغي قفلت لكن استراتيجية إن أنا أبدأ بالإيجابيات بتخلي العقل منفتح صحيح فهنرجع تاني فكرة الوالدين أنا عايز أعمل صداقة بيني وبين ولادي من الصغر الطفل على فكرة مش شخص مش فاهم ولا مش عارف لا بفاهم وعارف بس ويمكن ما بيعرفش يسمي الأشياء أو يعبر عنها صحيح ولكن إحساسه عميق جدا الصداقة عدم الإفراط في التربية اللي هي تربية وحيدة للاتجاه يا إما حماية زائدة يا إما تدليل زائد يا إما قسوة يا إما نبز كل هذه أثاليب فكرة الحاجات المطلقة دي دي مغمرة وهرجع تاني أؤكد يا جماعة ما نركزش على جانب واحد في شخصية ولادنا ابني متفوق دراسيا ابني متفوق رياضيا ابني موهوب في حتة فين بقيت الجوانب من شخصيته اللي بتخليه عنده ثقة في نفسه وعنده صلابة نفسية ويقدر يواجه أنا كده بنمي جانب واحد طيب في الختام لو أنا عندي ابنة أو بنت متنمرة دكتورة مونيا وده يعني إزاي أردها شوفي هو المفترض إزاي ألحقها قبل ما تبقى شخصية مؤزية للآخرين هو المفترض أن أنا الطفل المتنمر على فكرة علاجه أصعب من ضحية التنمر لأنه عنده سلوك عدواني نتيجة لمشاعر وأفكار مش مظبوطة أو غير سوية في دمائه فده طبعا بصي سواء ضحية التنمر أو المتنمر هما اللي اتنين بيشتركوا في البرامج العلاجية في الن إيه أنا محتاج الأسرة رقم واحد والمتنمر وضحية التنمر والمدرسة ووسائل الإعلام والدراما دي المنظومة اللي تعالج التنمر وعايز أقول إيه حالي؟ دراما تعالج الدراما طبعا إن الدراسات العلمية أثبتت إن مشاهدة العنف والإعجاب به إن هما دائما بيظهروا إن الشخص المتنمر والعدواني ده هو القاوي هو المسيطر هو اللي عنده الهيمنة فكرة الهيمنة بتبقى مثيرة لإعجاب عند الأطفال فليبقى عايز يقلتها بيمتصها فإحنا عايزين نتكلم عن إن إحنا عندنا حلول لابد أن تبدأ بالأسرة إن الأسرة الأول تنمي الثقة بالنفس في الطفل تنمي الجوانب الكاملة والمتكاملة في شخصيته ما نهتمش بجانب واحد ألفت نظره لمميزاته يبقى عارفه عنده مراكز قوة إيه ونقاط قوة إيه وسماته الجسدية إيه فكرة الفروق الفردية ألفت نظر الولاد سواء المتنمر أو ضحية التنمر من الصغر إحنا عايزين نقولهم إن فيه حاجة اسمها فروق فردية فيوحة طويل واحد قصير واحد أصمر واحد أبيض كمان إن أنا أهتم أول بالسوشال سكيلز أنا ابني لازم يكون عنده مهارات اجتماعية بيعرف يتعامل رياضات الدفاع عن النفس إحنا عايزينها تبقى مهمة ليه بقى مش عشان إحنا نعلم ولادنا لعنص ولا إن هما هيستخدموا القوة ولكن رياضات الدفاع عن النفس بتكسب نوم بتكسب نومبر ون البني آدم الثقة بالنفس وتقدير الزات العالي وكمان بتبقى عنده قوة نفسية تعرفي بقى أنت عمرك شفت حد من بادي بولدينج أو الناس الأقوائل زي بيجرامي بيعتادوا على حد بيبقوا مسأل لأنه عارف إنه أصل قوي وخرج تقته تمام فدي الطفل بقى المتعرض للتنمر عليه بعض الأشياء لابد أن يعملها أولا لابد أن يمارس الثقة بالنفس والتواصل بالعين والبادي لانجوج بتاعته تكون تفقد لغة جسدك لأنه بتوحي للمتنمر بأنك ضعيف أنك هاش أنك أنت فريسة سهلة فلابدي أن أنا أبقى وصد في نفسي أقف منتصب أبص في عينيه أحاول أتجنب قدر الإمكان والأهم وبقى شدد عليها ما تمشيش لوحدك وجودك وسط مجموعة هو ضمان وهروب للمتنمر لا يمكن يجي يمك وإنت في وسط مجموعة طبعا إحنا فيه لسه حاجات خاصة بالمدرسة حاجات كثيرة ومهمة بس الوقت المدرسة مهمة طبعا بس خلينا أقول حاجة يا دكتورة مونة أنه أحيانا الأهالي ما بيبقوش شايفين نفسه وأعتقد أن ده محتاج مراجعة مننا جميعا يعني يقولك بيت دي ما عرفش براوية الواد ده براوي وهو تنمره بيتنمر على صحابه ما عرفش ليه والأغرب أنا بعد الجملتين دول تقولك مش عارف طلع لمن هو طلع لك أنا عايزة بس أقول هو طلع لك بس أنت مش شايف نفسك عايزة قول فمهمة مواجهة الزات قبل مواجهة الآخر تمام عايزة أقول نقطة مهمة جدا في حكاية المدرسة أن المدرسة هي مهد ولادة التنمر هي أول ما ظهرت أصلا ظهرة في المدارس فإحنا عايزين نفعل يا جماعة جماعة مكافحة التنمر محاربة العدوان والعنف جماعة الأخلاق الكريمة فرسان الأخلاق جماعة المادة والرحمة الرياضة الفنون بالضبط نمسرح الحاجات دي نقدمها في شكل دراما ونشط المسرح المدرسي ونعمل عقوبات صارمة في المدرسة للأطفال المتنمرين وبرنامج علاجي بيبقى فيه الأخصائي النفسي الأخصائي الاجتماعي ولابد من وجود طبيب نفسي ومعالج نفسي ضمن المنظومة المدرسية بالضبط كده يومين في الأسبوع عشان يكتشفوه ويعالجوا مبكرا المشاكل النفسية طبعا لسه فيه كلام بس كلام في غاية الأممية شرفتيني دكتورة مونة حمدي وكلام مهم جدا ومش عيب إنه إحنا نعيد نظر في تعاملنا مع نفسنا ومع ولادنا لأنه في النهاية لو أنت بتبحث عن المصلحة فقد تكون المصلحة محتاجة إعادة النظر في التعامل ما بيننا وما بين بعض في التعامل مع ولادنا شكرك شكرا جزيلا بشكر حضراتكو شوفكو بكرة على خير مع التحيات يا عزة مصطفى وإلى لقاء